مجال أو فترة والله الدخول إلى مجال الإنقاذ من صح التعبير هو أعتقد كان في بدايته من غوث لكن كانت البداية أعتقد أعتقد أننا كنا نبغى نجرب الغوث في جدة إذا ما صح التعبير والله نناسي يعني الأحداث كيف أربطها لكن أعتقد حتى إلى الآن أبغى أتذكر منطقة اللقاء في ناتنا ما تحضرني لكنها كانت انطلاقة التطوع في الإنقاذ هو في غوث فكانت في بدايات تأسيس أنا أذكر ترى أول ما عرفناك حضرت عندنا دورة تسعافات أولية ممكن ويمكن بعدها بديت أنت عضو فعال لأن تميزك ظهر لست يعني شخص تقليدي أو عادي بعد تلك الدورة أنت التحقت بينك غوث ما شاء الله فأنت الآن بدايت تذكر يمكن حتى تذكرت الموقع فكانت البداية في سلسة أو قطاع الإنقاذ هي من هذه الدورة التدريبية التي حضرتها هي تعتبر انطلاقها لأنني شفت الفريق ذاك الوقت كان في حماسه و كان العدد جداً بسيطة أنا أذكر إن صح التأبير ممكن أننا كنا خمسة أو ستة يزيد و ينقص فسبحان الله العظيم كانت البداية بسيطة لكن أنا أعتبر أنني بادرت في بدايات الأمر فمن هذه الوقت بدت الأفكار تتسلسل و كان الفضل الله ثم لك اللي بدت تفتح لنا أفاق ما كانت موجودة يعني أعتقد تواصلت مع منظمات و خلتنا نحضر عندهم برامج حضرنا في بعض البرامج في طيران الشراعي طلعنا للجدة يمكن أكثر من مرة لمناطق شمال المملكة شاركنا في بعض البرامج اللي كانت مع بعض القطاعات الأمنية فكانت لها تجارب و تحضر برامج تدريبية و توجيهية كانت تخدمنا بشكل جداً كبير في ذاك الوقت فكان يحتاج إلى قوة قلب جداً للإنقاذ و ليس قوة القلب في التعاطف ولكن يحتاج إلى قوة قلب للجسارة و الأقدام و بنفس الوقت إلى تحكيم العقل لأن الإنقاذ لا يحتمل العاطفة العاطفة في الإنقاذ هي موت ما فيه مغامرة أنك تغامر هي أكثر من أنها تبادر في عملية الإنقاذ روح لكن بعملية تنظيمية و ذكرة حضرنا في بعض البرامج كنت أذكرها كانت في عملية التخطيط و الله يرفع قدرك فكانت يعني ممكن أحد المواقف إلى الآن ما أنساها و خذناها ذاك الوقت اللي هي سد العمارية فأذكر رحنا في بالليل أنا قاعد أحاول استذكر رحنا بالليل وبرد و كان معنا أحد ممكن بسياراتنا الشخصية و كان فيه أحد يعني زي ما يقولون أعتبر الركن أو العامود الفقري اللي فريق قوة ذاك الوقت هو الأستاذ منصور الله يكبر هو اللي كان حتى يبادر من ماله تطوعا و أنه كان يشتري سيارة كانت متخصصة أذكر ذاك الوقت ثم شرأينا أذكر ممكن نسعار و برمارتين الفورد فكانت لها أيام الفريق قبل الجمعية قبل الجمعية فكانت لها واقع أنه لما تشوف الإنجاز قدامك أكبر تتشجع أنك تبغى تأخذ شيء أكبر فأذكر أننا أول بداية ذا درنا ثم كان المنطقة مغلقة تماما ما نقدر ندخل للسد كان في الليل فما والناس تلغط عليك أنك تبغى تدخل لأن فيه أشخاص لكن ما غامرنا و كان الأستاذ منصور يمنعنا أنه لو قدر الله خاطرنا قدرنا رواحنا تروح فبعد ما استقر الوضع من اليوم الثاني بادرنا بالمشاركة فأذكر الشخصين اللي نزلوا في الموية أنا و الأستاذ منصور فنزلنا في الوادي فكان الماء أذكر ما أنسا الماء بارد جدا جدا الظلام ظلاء ما فيها رؤية لأنه كانت طمي طين فكنا نحط حبل تحت حبل فوق و كنا نعلق أنفسنا فيه و أذكر لما أنزل إلى مسافة معينة من الماء أحس أن الراس من شدة برودة صحيح الموقف ما نسيته إلى الآن صادق و الناس كلها تنصب رؤيتها لك صحيح وحيدين وحيدين اللي كان نازلين الناس فقط تتفرج عليك من قطاعات من مسؤولين و من متطوعين كلهم بس يشوفون وش اللي بيصير هل بتحصل شيء ما تحصل شيء أو يقدر الله يسلك شيء فكانت تجارب جدا مثرية ذاك الوقت سبحان الله أنا فعلا بدأت تذكرها الأستاذ محمد ترى ذيك الأيام نتحدث عن شاب يمكن عمره 19 سنة كان عمره 19 حولها أو 20 أو 20 أنا وقتها لا أنا وقتها يمكن عمري 35 38 لكن محمد آثر للمهام الصعبة فأنا أنتقي من الغواصين أنتقي من الطيارين أنتقي من عندما كنت وما زلت قائد فريق غوث البحث والإنقاذ أو كذلك مشرف الأنشطة في جمعية غوث أنتقي منهم على قدر المسؤولية والمهارة فكان محمد على صغر سنة زين وأنا تمنيت والله أن القصة استحضرتها كان رسلت الصور للإعداد موجودة عندي كان على صغر سنة كان فيه الجسارة والمهارة التي جعلت لي مع أني متشدد فيها مسألة من يشارك كان هو من ضمن المشاركين معي للنزول تحت الأعماق سد ومياه ضاحلة إذا نزلنا معادي نشوف شي عندنا حبل في الأسفل ماسكين الحبل وحنا متماسكين ونمشي خطين ثم نبدل الحبل خطين نبدل الحبل خطين نبدل الحبل خطين وحبل علوي إرشاد ومعنا معدات الغوص ونحن تحت نمسح قاع الوادي وكان محمد يعني بكل شجاعة وبكل قوة حتى أني أذكر يعني في نهاية أو بعد يمكن أربع ساعات متواصلة لحق محمد شوي من البرد فيعني أوقفنا المهمة حتى نبدل مع زميل آخر لكن كان رائع جدا وتحمل قوي جدا جدا مع أن أنا كنت يعني أسبقه بخبرة في الغوص يمكن عشرين سنة ومع ذلك جاراني ثمانين بالمئة ثمانين بالمئة في المياه الباردة جدا قد تصل إلى اثنين تحت الصفر رطوبة مياه باردة كل هذه الصعاب هي التي جعلت من محمد المطرودي هو بطل المهمات الصعبة والمناضل من أجل أن يصل إلى هدفه من يتحمل الصعوبات المادية لا تستغرب أن يتحمل الصعوبات الإدارية ومحطات الحياة أبو عبد الكريم حدثنا عن دعم البيت دعم الوالدة والوالد في مسيرتك وفي إثرائك بالخبرات والله الوالدة أنا أعتبرها إنسانها يعني عظيمة جدا لا بالتوجيه ولا بكل سبل الدعم يعني ما ممكن لو أتكلم من اليوم إلى ما لا نهاية عشان أنصفها حقها ما وصفتها ولا أستاهد علاقاتهم شيء يعني أذكر أنها كانت لما يكون في برنامج أو دورة تدريبية أذكر أنها أجي أحاول أن يضغط عليها أنها تعطيني مقابل مالي فكانت دائما تقول لي خذ بس طرح سلف يسانا والله ما أدري قيمة الدورة يعني قيمة الدورة ولا أدري أكمل أسلافي للهي الأم لا يمكن أن نرد جميلها المادي والمعنوي فكان لها توجيه بشكل جدا 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 كبير بهذا الدنيا وأعتقد أنها هي علاقاتهم إذا كنت أقول الله يحرمني وجودها هي العمودة الفقري بالنسبة لي يعني هي اللي تعطيني دائما دع في أي أزمة تجيني من الأزمات التي تجي ما في أحد يدخل فيه خاصة في القطاع التجاري أو القطاع الشركات أو حتى يستثمر في ماله الشخصي إلا يعاني من ضغوط جدا عالية يمكن أنا جربت بعض التجارب التجارية أنا ما أنسى فتحت أحد المطاعم في الرياض من جهة هذه فكانت لها تجربة وخسرت فكانت هي الداعم الأساسي لي فكانت لها دعم كبير في كل مناحي للحياة سواء المادية سواء العلمية سواء التوجيهية الوالد له عالم ثاني مختلف الوالد كان طريقة أخرى طريقة مختلفة طريقة الدعم مختلفة مختلفة تماما الوالد أنا ما أنسى أنه كان يأخذنا إلى مجالس الرجال يأخذ كلا من الصغر من الصغر وكان بشدة يعني خلن نقول بطريقة أخرى في الإجبار ما في شيء يسموه أني والله يا بجز من البيت الوالد طبعا ضابط عسكري متقاعد أي فليس غريبا أن يكون فكان يعني زي ما يقولون شديد و بنفس الوقت فيه نوع من الحنية فما كان يقصر علينا لكن كان بعقلانية السلام فالآن أنا بدأت أستشعر هذا الشيء ذاك الوقت أنا أذكر يأخذنا لمجالس المسؤولين لمجالس بعض الأمرة فكان دائما يجلسنا في علاقاتهم معه في صدر المجلس يحاول أنك دائما تتعلم حتى كان إذا كان عندك علاقاتهم بالعام ميسالفة كان يحاول أن يسكت المجلس حتى تقول كلمتك فكانت تعطيك نوع من الثقة العالية أنك تقدر تتجرأ أنك تتكلم أمام الناس تخاطب الناس و القطاع التجاري عموما يحتاج من الشخص أن يكون عنده من الثقة والجرأة والرؤية التي تحتمه أنه يتخذ القرار المناسب خاصة بهالوقت الآن صارت عندنا التجارب جدا سريعة لأنك تشوف قديما يمكن الواحد لا بغى ينشئ مشروع تجاري يأخذ من التجارب الطويل عشان يوصل لإنشاء جهة حكومية مثلا لكن الآن كلها ضغطة زر تنشئ كل شيء فسار الوقت بالنسبة لنا سريع فهذا اللي خلى بين كتلتين زي ما تفضلت عظيمتين استمت منهم فوائد تجارب خاصة تجارب الوالد في القطاع التجاري يمكن تجاربه بالمقاولات فكان يخوض تجارب مع عدة أشخاص مع العامل البسيط مع الحارس المشروع مع المهندسين فتجلس مع طبقات مختلفة فترجعه مستمع للعامل مستمع للمهندس فتقوله ليش فقال هذا قد يعطيك فكرة هالعامل البسيط تفوق المهندس هذا لأنه ممارس تجرب فكان يقولك لا تحتقر أحد أي أن كان من يملك التجربة فجدير بك أن تسمعها التجربة أي أن كانت التجربة اسمعها قد تستفيد منها حدا الفائدتين إما تستفيد منها لحياتك أو تستفيد أنك ما تقع فيها ترجمة نانسي قنقر